وفي رواية والذي نفسي بيد إني لأنظر إليها تصعد حتى فتحت لها أبواب السماء وفي رواية لقد ابتدرها إثنى عشر ملكا رابعا تفتح أبواب السماء لدعوة الوالد ودعوة الوالد مستجابة كما جاء في الحديث الصحيح ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن قال عون بن عبد الله أربع لا يحجبن عن الله دعوة والد راض دعوة والد راض طبعا والد والدة الوالد يشمل الذكر والأنثى يشمل الأب والأم دعوة والد راض وإمام مقسط ودعوة المظلوم ودعوة رجل الدعاء لأخيه بظهر الغيب وقال مجاهد رحمه الله ثلاث لا يحجبن عن الله عز وجل دعوة الوالد لولده والمظلوم وشهادة لا إله إلا الله إذن خامسا تفتح أبواب السماء أيضا تفتح لدعوة المظلوم يرفعها الله على الغمام يعني على السحاب وتفتح لها أبواب السماء ولا يردها تعالى قال معاذ رضي الله عنه واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب رواه بخاري ومسلم وجاء أيضا في الحديث المرفوع اتقوا دعوة المظلوم فإنه تحمل على الغمام يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين رواه الطبراني وهو حديث حسن فلا تظنن يا عبد الله أن دعوات السكالة في حلب وهؤلاء الأرامل والأيتام والأطفال والضعفاء والشيوخ أنها ضائعة لا تظنن أنها تذهب هباء لا تظنن أن جؤارهم إلى ربهم يضيع لا تظنن أن هذه الدعوات من المقصوفين المستضعفين الذين يصب عليهم البلاء صبا يأتيهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم من القذائف والصواريخ لا تظنن أن دعاؤهم سيذهبوا هباء فإن الله سينتقم ولو بعد حين لكن هذه حكمة الله أنه يمهن وقد أقسم الله بعزته وجلاله الذي لا يضام ولا يقهر أنه سينتصر للمظلوم ويستخلص لصاحب حقه وسينتقم من الظالم وينزل به بأسه قال عليه الصلاة والسلام اتقوا دعوات المظلوم فإن تصعد إلى السماء كأنها شرار رواه الحاكم وحديث صحيح ثلاث دعوات المستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم حتى قال حتى قال يزيد بن حكيم ما هبت أحدا قط هيبتي رجلا ظلمته وأنا أعلم أنه لا ناصر له إلا الله يقول لي حسبي الله الله بيني وبينك حسبي الله الله بيني وبينك ظلم وزير امرأة فأخذ بيتها ومزرعتها فشكته إلى الله فقال لها مستهزئا عليك بالدعاء في ثلث الليل الآخر فأخذت تدعو عليه شهرا في ثلث الليل الآخر فابتلاه الله بحاكم فوقه قطع يده وعزله وأهانه فمرت عليه المرأة وهو يجلد فقالت شاكرة إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء سيعلم الظالمون حق من ظلموا إن الظالم ينتظر العقاب والمظلوم ينتظر النصرة أما والله إن الظلم لؤم وما زال المسيء هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم ترجمة نانسي قنقر